مرة أخرى نستقبل من لبنان الأستاذ جورج عالم الكاتب الصحفية أستاذ جورج أهلا بك أهلا وسهلا أستاذ جورج ماذا عن تفاصيل حول هذا الانفكار الذي وقع بصيدة؟ الحقيقة ليست هناك بعض من معلومات مؤكدة نتابع الحجة سباعا ثانية بعد أخرى بمعرفة الأسباب الخلفية ما إذا كان هناك من مستعدة في هذا الانفجار وبالتالي أو أنه طبعا يعني يمتوع لعمل تقريبي حتى الآن ليس هناك من تفاصيل واضحة حول هذا الموضوع طبعا الحادث يتابع على كل المستويات على المستويات الرسمية والشعبية وربما طبعا الضقائق أو يعني القليل من الوقت سوف تتوضح الصورة أكثر نعم ولكن أستاذ جورج هناك أنباع مقتل قيادي بحركة حماس في هذا الانفجار يعني إذا صحت هذه الأنفاء وتوردت أخبار عن مقتل هذا القيادي بحركة حماس فعلا هل تبدو أنها عملية إرهابية أو عملية تستهدف شخصا ما يعني كما تفضلت هناك معلومات أولية غير رسمية عن أستاذ قيادي يعني تنظيم حماس لو افترضنا عن هذه المعلومات دقيقة فمعنى ذلك يدخل فيه ترى الصراع الفلسطيني الفلسطيني داخل المخيمات حول الخيارات يعني التي ستفتخل حشوصا على قرار رئيس ترام بشأن الكدس نعم صحيح في القائمة حول هذا الموضوع لذلك هذا نوع من التحليل علينا أن نتأكد من المعلومة أولا ولكن أستاذ جورج الطبيعة الجغرافية والاستراتيجية لصيدة أصلا يعني لو تحدثنا بشكل أكثر تفصيلي عنها الحقيقة هذه المدينة دون أنها شخص متعاطفة إلى حاجة كبير مع القضايا الفلسطينية وأيضا هي تضم من المخيمات الفلسطينية البارزة التي كانت تشفى بين الفينة والأخرى صراعات محاور في داخلها خصوصا بعد أن دخلتها بعض الأوزماء الإرهابية وأتخذت منها أمتنة لكن الآن يعني الصورة مختلفة إذا متأكد أغتيال هذا القيادة فمعنى ذلك أن الصراع ربما عادة فلسطينية